اهلا بكم اختتم مؤشر السوق السعودي تداولات هذا الأسبوع على مكاسب اقتربت من 1% وان كان قلصها مع هذه الجلسة كنا وصلنا لأعلى المستويات عن 929 نقطة تقريبا وعدنا ل9251 نقطة على مدار هذا الأسبوع استطاع مؤشر السوق السعودي ان يحقق بعض القفزات والارتفاعات خلال الجلستين تقريبا الأخيرتين من هذا الأسبوع لكن على مدار الأسبوع اضفنا حدود 301 نقطة بارتفاع بـ 3.14 النقطة المئوية من مستوى 8925 نقطة كنا وصلنا اليها مع بداية هذا الأسبوع لنقفز عن 9251 نقطة الأكثر نشاطا هو الإنماء 43 مليون و600 ألف سهم دار الأركان عليه تراجعات بربع النقطة المئوية ويقض من النشاط كيان كذلك التي أعطتنا نتائج وخسائر مع الربع الأول جاءت متراجعة وتكبدت خسائر بحدود 591 مليون و600 ألف ريال نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض أحجام المبيعات المنتجة نتيجة أعمال الصيانة بالنسبة لمصنع الأوليفينات السهم يتداول عند مستوى 10 ريالات 80 هللة بالنسبة لكيان عذيب للاتصالات على مكاسب اليوم وكيما نول ب15 مليون السهم ينشط اللوجين يبقى في صدارة النشاط الأكبر ربحا 6.8 نقطة المئوية المتقدمة كذلك بقطاع البيتروكيم سافول لمكاسب بأكثر من 5.4 نقطة المئوية بوبا والنقل الجماعي بحدود 3.6 نقطة المئوية فتاح على تراجعات بـ 3% ساسكو يخسار 2.4 نقطة المئوية نماء للكيمويات بـ 1.7 نقطة المئوية لكن القياديات بمجملها كانت مرتفعة اليوم الرجحي قرابة 2.61 سابق أضاف أكثر من ريال 76 هللة 87 سافولة هذه المكاسب رفعته لمستوى 74 أضاف 3.71 ريالات تقريبا والبنك الأهل التجاري بحدود 2.4 نقطة المئوية 66 ريال 25 هللة عموما الأرباح الصافية لشركة لدريس للخدمات البترولية والنقليات المدرجة بالسوق السعودي كانت نمت خلال الربع الأول من العام 2015 بنسبة 38% على أساس سنوي وصلت إلى 42 مليون ريال لتبلغ ربحية السهم حدود الريال وخمسة هللات بالنسبة للسهم الواحد سبب ارتفاع الأرباح يعود كما ذكرت الشركة إلى زيادة المبيعات في قطاع النقل والبترول إضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى قيم التدولات تقترب بسوق السعودي مع نهاية هذا الأسبوع إلى حدود تقريبا الـ 9 مليارات ريال وينضم إلي من الرياضة الدكتور عبدالله بعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيموانا للاستشارات أهلا بك معنا دكتور عبدالله وشكرا على حضورك حياك الله ميسى والمشاهدين والمشاهدات عم نشوف زخم خلال الفترة الأخيرة من هذا الأسبوع تقريبا على مدار جلستين بالنسبة للسوق السعودي واليوم عم ننهي يمكن الإعلان عن النتائج تحديدا من نسبة لقطاع المصرفي عمليات شراء قوية اليوم شهدناها ومن جلسة يوم أمس بدأت دكتور عبدالله هل بدأنا نتحدث عن تعافي للسوق السعودي بالوصول إلى هذه المستويات القريبة من 9300 نعم ميسى أنا أعتقد كلامك فيه نوع من الصحة ولكن دعيني أنا أحاول نوجه التوجيه العملية أنا أعتقد نعم هناك موجة شراء جيدة خاصة في اليومين الأخيرة موجة الشراء طبعا من الناحية المالية أول حاجة الخصم الذي تم على الأسعار في خلال الفترة الباضية وفي نفس الوقت نجد عملية التذبذب التي تتم خلال فترة التداول ويمكن أهم شيء الذي يتعامل مع المؤشر هو عملية كسر التسعة الألاف والآن كسر التسعة الألاف ومئتين وخمسين لو استمر في هذا التوجه نعم سنكون أمام موجة شرائية وهذا هو ما تتحدثين عليك طيب يعني اليوم ننهي مرحلة الإعلان عن النتائج والتي كانت هي حافز أساسي يمكن لعودة السيولة من جديد عودة المستثمر لبناء مراكز شرائية جديدة دكتور عبدالله وأسستنا يمكن يعني مراكز جيدة خلال هذه الفترة الآن على ماذا يعتمد المستثمر خلال الفترة المقبلة؟ الآن المستثمر أنا أعتقد سينظر للأرباح المستقبلية أو النمو المستقبلي لأنه زي ما تكرمت هو طوى فترة النتائج النتائج بصفة عامة للسوق جيدة لكن الآن النتائج لم يعد لها أي تأثير في الفترة القادمة خلاص حصر التأثير السابق لها الآن هو عملية التوقع في أي القطاعات الأكثر حركة وخاصة أن المرحلة هذه في السوق السعودي تعتمد على الحركة السريعة فالسوق هو أهم منفذ استثماري قوي السيولة بغض النظر عن المرافذ الاستثمارية الأخرى فستجد أن المتداول سيبني خطته أو توقعه على هذا التوجه يمكن أنت أشرت الحقيقة من خلال التحليل إلى عملية لو نظرت إلى سعر دار الأركان وعذيب ستجدينه أقل من القيمة الدفترية يعني نتكلم عن ثمانية ونص ريال وسبعة وشوية ريال هذه الأسهم أنا أعتقد أنا لا أوصي بالشراء ولا أعطي رأي بالشراء والبيع ولكن أقول هذا النوع من الأسهم قد يتعرك نعم طيب يعني اليوم كل الأنظار متجهة لقراءة نتائج شركات البتروكيم دكتور عبد الله مع العلم أن الإجماع يمكن بمعظم المحللين أنه ستأتي على تراجعاته بالفعل بدأنا نراها من ينساب لكيان اليوم المتقدمة السؤال اليوم يعني اليوم قطاع البتروكيمويات عم بيمر بمرحلة انتقالية إن صح التعبير ولا أدري إذا بالفعل سيكون فيه انتقال مع تغيرات عالمية وكذلك أسعار النفط كيف تنظر إلى المرحلة المقبلة لهذا القطاع جميل ميسا أعتقد قطاع البتروكيمويات هو ينتقل الآن إلى دورة اقتصادية بالكامل الدورة الاقتصادية لأنه عوامل أو أشاسيات الدورة موجودة الآن هي في فترة دورة عاكسة وليس الدورة من عاكسة ماذا يعني؟ سعر البترول الأسواق العالمية النمو الهبوط فيها العملاك هذه جميعها تؤثر في قطاع البتروكيمويات احنا شاهدنا ينساب وكيان كانت نتائجه بأقل من المتوقع سابق سيكون نتائجها أقل من المتوقع لعدة أسباب أهم العوامل السوقية التي نتكلم عنها بالإضافة إلى أن شركة قابضة تتأثر بالشركات التي تكون القوائم المالية لكن ما يحصل على سابق خلال اليومين حتى لا يكون هناك نوع من التناقض بأنها حققت بعض النمو أو حققت ريال أو ريالين هذا طبعا نتيجة لتوجه السوق الآن سوق يتوجه كتلة واحدة الأسبوع القادم بإذن الله سنجد أن السوق بدأ ينفصل وبدأ يتحرك حسب توجه المتداول شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله بعشر رئيس مجلس إدارة شركة تيم وانا للاستشارات المالية كنت معنا